قاعدو خلص وخلاص هي مفتوط بقى زي ما قلت فاركو وللزمالك هو عبدالله سعيد اعتقدophاب ممكن نروح ها لو راح فاركوTA بخطوة ايان انا مش مع عبدالله انت بتعيسل راح على كك انا شايف انه صح هو عايز ان اعتقد في الزمالك لان انا مصبسألك انا فنيا يروح زل مالك ولا فاركو مش علاقة برايها فنيا زاي بتمالك mez Scientists فنيا عبدالله سعيد يروح فاركو ولا الزمالك يروح الأهل ينفع وينفعش طبعا لازم نكون متفقين لنا ولا الأخوة اللي موجودين دول لهم قرار في اللعيب يروح فيه فنيا لا الزمال يروح الزمال فنيا وجماهيريا وخصوصا أن كان عبدالله في الزمال قبل كتب بالزبط يعني فيه ترحيل رامل نادي فاركو برضو يعني أنا بقوله مش عايز حد يزعل يعني لو كده ما يسيبش برامت يعني لو حتى لو مش هيروح الزمال لا لا هي قصة فيه برضو خلي بالك خلي بالك عبدالله السعيد كم سنة 38 36 ممكن عبدالله مش عايز ضغوط حاجة تانية نادي الزمال ودي الأهم لا سيبك من كده الأهم ثم الأهم ثم الأهم نادي الزمال هيتعاقد كم سنة مع عبدالله وفاركو هيتعاقد كم سنة مع عبدالله ما يخلي بالك الكصة دي اللي خرجت أحمد فتحي من التنادي الأهلي لبرامنت نادي الأهلي عرض سنة على أحمد فتحي أحمد فتحي رفض وراح تتعاقد تلات سنين ده نفس الموقف اللي بيحصل دلوقتي معاهم معلش أول حاجة مش كل حاجة الفلوس يعني لو احنا مش نال لا كل حاجة الفلوس لا مش كل حاجة الفلوس معا للش الفلوس ليها ضوء عاملوا لها دور ما انا بقول لحضرتك انا رأيي ده ده بالنسبة لك انت التراجل خير يعني دعم الحمد لله بس انا لا انا لا انا لا معلش لا لا معلش انا ما يجيلي معلش ايه 38 سنة حينما معلش يا استاذ مهيب انا احترامي انا ما يجيلي بردامك في قناة موعة كبيرة زي ام بي سي مصر يجيلي في بردامك في قناة تانية بفلوس اكتر لا انا اخترق القناة كويس